اخوتي و اخواتي السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير ورزقكم رب يرفضلوا التسير وارزق الكثير. مرحبا بكم معي في قصة وفي حلقة جديدة. القصة دي رادنار عدينا لمدينة سدارة بيضة كازا العزيزة. قضية اليوم هي قضية خطيرة جدا. قضية التي نظن مهمكم سمعت بها. قضية اليوم ليس جريمات قتل. إنما قصة التي ضمرت حياة اكثر من خمستاشر بنت. خمستاشر بنت يعيش الجحيم في القصة هذه. مهم قبل ما نحرك لكم القصة. قبل ما نطول عليكم كثيرا. ندخلوا مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم. القصة كانت تبدأ في تاريخ استغشت من عام 2011. كانت تبدأ بالضبط مع الثمانية ديال العشية. في هذا الوقت سادي واحد جميع الصحابات من بعد ما خرجوا من الخدمة ديالهم توجهوا الـ Twin Center في كازا. ثم كتعرفوا كيتواجد في منطقات المعارف. من بعد ما سألوا التقديات التي تقدروا. من بعد ما قضوا شغلاتهم والأغراض ديالهم. وهو ما خرجوا منه. تلقى عن واحد السيد. واحد السيد كاللابس. واحد شيء لسفر. غالبا كان خدام عساس ديال الطموبيلات. مقابل شيء باركينج. مش عنده واحدة فيهم. واحدة اسمي ساحانان. فعمرها خمسة وشين عام. ساحانان تختم كسيكير سيرة في واحد الشركة. اعطاها واحد كارت فيزيت واحد بطاقة. من اللي سؤولته علاج. قال لها بأن واحد السيد. عنده طموبيل من نوع جيب بكهلة. طموبيل. غالب. قال لها اطلب مني انني اعطيك هذه البطاقة هذه. مهم خذتك كارتها من عنده. قبل السابقة تشاهد. المكتوب فيها الاسم ديال سعد. وحدها النمرة دياله. قدرتها في الساك. وقالت غالب ان هذا الشيء واحد يتفلل وصافي. ولكن صاحبتها تتلحلها. تضغط عليها. وطلب منها انها تصنينه. قلت لها تصنينه. لكي نعرفوا ماذا يكون هذه النمرة. تخليني منه وشها بززاف. ايات ما تصنينه. ولكن احتى واحد ما كان يشعب. تفارقت ايا وصاحبتها. وكل واحدة فيها مشتل داره. من اللي وصلت للدار. بدلت حواجها. دخلت. دخلت لبيتها. جبدت التليفون وبدأت تصنينها. تصنين من جديد. ولكن احتى شيء واحد ما كان يشعب. انا قلت ان هذا اخبرت واحد من الخدمة اخبرت معي. او شيء واحد من المعارف ديالي وارح كيتفل عليها. باقي نطلحها عليها او صافي. قلت صافي ما باقيش نعيط هذه النمرة. باقي ستصنين عليها. هي وصلت الناس ديال الليل. التليفون ديالها وكيصوني. وكيصوني من نفس الرقم. من اللي جاوبت. قل لانا ووسعت. قدم رأسه. وقل لانا موجب بك. ورا مدة طويلة وانا كراقبك. ولاحظت من خلال المراقبة اللي درت لك. انك بتناس. وغير من الخدمة للدار ومدار الخدمة. ولاحظت بان احتاعتك ناس محافظة. ناس دراوش. هنا. 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 استغربت كيف هي تسيد. قدر يجمع هذه المعلومات كاملة. لك الساعة سولة تشكون هو. وفاش كيخدام. ومنين كيعرفها. كيف هي تكل مراقبها. يلا يشوفي. انا ما نقدرش نقول كيف هي خدام. انا خدمة حساسة. ما نقدرش نصرح لك بالاسم لها. مهم. لك الساعة قلب لها الموضوع. وبدأوا كيهضروا حواج غيرين. يعني شنو. عجبوا فيها وزيد وزيد. مهم بحلل كنوك يتعرفوا على بضياتهم. ولكن حانا ما بغاش تفك معه. قلت له ما يمكنش لي المقانه در معك. نتعرف عليك. وانا ما عارفك شفاش خدام. ما عارفك شنو كتدير في حياتك. ما عارفك شفي كتسكون. ما كان عارفش عائدك. قال شوفي. انا خدام في واحد البوست. اللي حساس في الدولة. وما يمكنش نصرح بنوع الخدمة دياني. بمنوع بعدها كانت بناتنا شي حاجة رسمية شي زواج شي خطوبة. ديكسة. سنقول لك شنو والطبيعة دياني العمل دياني. قلوا يتعرفوا على بضياتهم. يعني كي يقولوا لا تولمنا لا تفهمنا. من بعد نطلقوا ونشوفوا شنو نديره. قلوا هكاك. لوزوا واحد المدة دياني خمسة تاريو يوم وهم يهضروا مع بعضياتهم. عارف عليها جميع المعلومات. ولكن البنت ما عمرها هضرات لي على عائلتها. هو تقريبا برا كان عارف عليها كل شي. اما هي فما كانت عارفة تشي حاجة على عائلته. ما عارفة شكونا هو ما في كي يسكنو. شنو كي يخدمو. للاصل ديالهم منين. هم انا مدينة. ما فاش خدام. مهم. تقبلت هذا الشي. طريقة باش كان كي يهضر معها كانت مقنعة. قلت ربما يكون مخدام في المخابرات. قوي هكاك حتى لوحد النهار. تليفون ديال ببوها كي يسكنو. من اللي جاوب الأب ديالها. اهضر معها هاد ساعد النات. اهضر معها وتعرف عليه. وقلوا بأنه شاف بنته. وبالي راكي اهضر معها ديالي وفون. وراه ناوي هاد المعقول. الأب ديال حانان مش عندها. وقال ليها ضدرة. حانان استغربت. اعتقدتها بشي شكل. يطلبها تشيرها بالصحراء كاين. وقاودت له ذلك السيناريو كامل. طريقة كيف اشتعرف لبعضياتهم. وزيد وزيد. ولكن تفاجأت كيف اشهد السيد قدر يجيب الرقم لهاتف ديال ببوها. هي معطته مواله. من يجاب نمرة دياله. ومن ذلك الساعدة تصلت به وصولاته من يجاب نمرة ديال ببوها. قلت له وشي حد من المعارف ديالي. وشي واحد. شي واحدة من الصديقات ديالي. وشي من عائتي. كي درسي عارف سين مرز ببوها. وش في الخدمة طوحاليك. ولكن هو انفاد الشي كامل. وما بغاش يقول لها من يجاب النمرة. ما بغاش يقول لها التاريخة كيفاش قدر يحصل على النمرة ديال ببوها. كل مرة كنت يعطيها اجابة بشكل وكيتهرب. هي كتبول هذا المية في المية. انا حانان بدتك تحس بالخوف. قلت من الاحسان هاتستيد هذا كله بغول. الاحسان بعد عليه. انا صدمها وقال لها بانه امير. امير الهائلة الملكية. كي يسكن في واحد القصر كي يتواجد في الصغيرات. كلا انا شفتك وعجبتيني وبغيك للمعقول. وباللي خاص كتبقيت نفدي ذلك الشي اللي كنقول لك بلا ما تقوي عليها لأسئلة. حانا من لي سمعت انه امير تصدمات. كنت فرحانة بلا قياس. كينها بدأت كتحلام وكتخيل بانها رايشة وسط قصر. حتى هي ولت اميرة. سعد الامير شرط عليها ان ما تقول لعائلتها حتى شي حاجة من هاتش. قالها حتى تكون شي حاجة بناتنا تقول لي رسمية. يعني حتى يجيب عائلته ويخطبها من عندهم. عاد تقول لهم لي بغا تديك السعب. وفعلا البنت كانت مستعدة انها تنفذ الاوامر دياله كاملة. طلب منها استساعد انها اتخبي. حتى هذه المعلومة تخبي على الناس كاملين وعلى صحابها المقربين. ناس اللي اخدام معهم. قال لها ما تقول لي اتشي حاجة. قال لها را عاد نسفت لك واحد ستسميته جهاد. راح شيفور ديالي. هنسفت لك. راح شخص اللي متوقفي. وشخص مقرب ليا. وهو الوحيد اللي نقدر رسله لك. هيتواصل معك. هيتلاقاك. اي هو اللي هيكون واسيط بينه وبين. وفعلا الحنان. ووافق ثلاث جهاده. تافقوا على الوقت. تافقوا على الولاسة في عيه تلاقه. النهار التالي نغدد له. حنان وجدت راسها. لبست احسن ما عندها. ومشت للخدمة. من اللي سألت. تقريبا ما استدي الاشياء. توجهت للشارع ذا الزرقتوني. تم في كندر معها جهاد. تلاقت معه. وقال لها بان ساعد مفتون بها. بغيها للحلال. وطلب منها انها تمشي مع الواحد الشقة. اللي كانت توجه في ذاك الشارع النيت في شارع ذا الزرقتوني. تمشي معه باش يعطيها شي كادويات. اللي قلت لش من النوات الكادويات. قال لها راح واحد مفاجأة كبيرة. راح تم مكانين هدعية كبيرة اللي مخليهم ليك ساعد. يلا معايا. باش نعطيهم لك. نعطيهم لك. وديك الساعة سيري في حالة قلداركم. هي فلو رفضت. خفت. شكت. ولكن بعد ما قال لي بان هذا امر من عند الامير. خرج في عينيه. قال لها ممكنش ترفضي اوامر الامير. فعلا حان انتقت به. ومشت معه. من اللي دخلوا للدار. قال له واشتكلي شي حاجة واشتر بي شي حاجة. قلت له شوف ما بيته غيره. اعطيني صخرة ديالي. اعطيني هدايا اللي سفدي الامير وخليني يمشي بحالة لدارنا. قلت له روالي ديه كي يخافوا عليها بزاف. وما علمتهمش بانني غدا نساطل. انا كتفاجأ بان جيهاد بدي يحاول يتعدى عليها. كي يحاول يغتصبها. بدأت كتغوت. كتحاول الدفع على راسها. ولكن جيهاد تحت تهديد السلاح استطاع انه يتعدى عليها. تكرفس عليها. وما خلاش مشي لدارهم. قل لابي انك تبقى معي صحة هذه الليلة العادية والليلة الكاملة. قلت له روالي دي تتخلعه. روالي ديالي اتبات في شي بلاس اخرى. والد ديالي سوف يمشي للبوليس. لا يشوفي. ما كانت شي مشكل. خذ التليفون ديالك. اتصل بهم. وعيد قلهم بانك اعتباتي مع صاحبتك. وفعلا انك شريك. حانا نجبل التليفون ديالها. وعيطت الام ديالها. عيطت الماما. وقلت لها بانه رأى الغد فيه. رأى عندنا شي حاجة في الخدمة. وخاصة نمشي بكري. وذلك الشي اللي سوف نبات عند وحدة صاحبتك تكون قريبة للشركة. ومهاجهة تشوف شكل. استقربت لانه حانا ما عمرها ما باتت مع شي وحدة من صحابتها. المهم بقيت عليها بالاسئلة والخرى كانت جاوب. حتى في الاخر قدرت ان اعتقلها. فهذه الليلة حانا تعرضت الاعتداء بززاف ديال المرات. فهذه الاعتداءات فقدت الشرف ديالها. بدت تكتبكي وكتطلب من الجهاد انه يجعلها بشي في حالتها. ولكن هو قال لها بان هذا الشي اللي كيدير رأى اوامر من الامير زاد. النهار الاخر خلات خرج من الطار ولكن من السهولاته على الكضوية في نية الصخرة اللي جيزت على ودها قال لها رأى رأى ما زال عند الامير رأى ما زال ما يجبتهم شي. ويمكن بين انه يكتب. عارفت بان هذا الشي ما من نواله. يعني السيد كان غير طلقها لها. حانا من اللي خرج من الطار ديك ساد تصلت بسان. وعودت له هاد الشي كامل اللي وقع لها. قلت له بان جهاد يعني السائق دياله الشخص اللي كيتق فيه راه تعدى لها تحت تهديد سلاح. وراح تجزها في الظهر ليلة كاملة. تفاجأت من ان ساد يقول لها باللي جهاد رأى داردك شي تحت الاوامر دياله. قلت له اذا انت كتكتب عليها. انت ماشي امير. انت ما بغيش تزوجني من اللي قبلتي انه واحد خريت عدى عليها. قال لها شوفها للا. جاهد رأصورك فيديوهات. وانما نفتش الاوامر ديالي. عن صيفتك الفيديوهات لعائلة ديالك. وغد نشوف هلك الصمعة ديالك. يعني خصك ديالي قاعدة الشي اللي كانت طلبه منك. قال لها نفدي ذلك الشي اللي كان نقول لك وغد نعودك على هاد الشي كامل. في اقرب وقت. قال شوفي من بعد ما غدا تسلي الخدمة ديالك. عد توجهي الوكالة السيارات ديال ماركاد الفا روميو. وعطيها العنوان دياله. الى تمها. هتلقي واحد السيدة اللي كانت سنك. اتعطيها فوتو كوبي ديالك كارت نانسيونال ديالك. وعطيك شي ورقة سيني فيهم. ومن بعد اسبوع بعد سيمانة. عد تسلمي السيارة ديالك. حانان كانت مصدومة. جاهد شي في شي شكل. هاد شي ما تخليهاش لعقلها. طموبيل اللي كتسوفوك مليون. اتعطيها هكذا. يعني شي حاجة اللي غريبة. يا انت عشان ما غدي نقصر هنا. وكالة السيارات هي حدايا. قريبة الخدمة ديالي. نمشي لها. ونشوف هاد الشي واش بصح والليكتو. فعلا. من بعد مسالة الخدمة. وفي ذيك البوز في ذيك الوقيت هذه الغداء. حانان توجهت لذيك الوكالة. قاد فعلا ديك سيدة كاتنها. سيدة كاتنها. فرحت بها استقبلتها استقبال ملوكي. بالحليب والتمر. وقاد لابد انها جاءهم امر من الديوان الملكي. كي اعطيها واحد طموبيل. اعطيها سيارة. من قاد لهم ريونية الطموبيل اللي هناخد. كل هادة بقراء ما كنش في الوكالة. راح سير كومون. لا اساس انه ما يتوصلوا بها من بعد سيمانة. حيث الامير حقا بغاها بواحد لون معين. طلبوا منها لاكات ناسيونال. خدوا فوتوكوبي. اعطاوها شي وقت وقت وقعت لهم. سنتين لهم تم عندهم. ويمكنوا يتعاملوا معها بواحد طريقة خاصة. راحة من طرف الامير. يقولونها بان هاد سيدة دارة من العائلة الملكية. هو اللي اتصل بهم. وطلب منهم انهم يتعاملوا معها كاميرة. حانا من اسمها سيدة دارة. كانت غدا تطير بالفرحة. انسى تقاعدك شي اللي وقع ليها. انسى تقاعدك راتيتها. كانت كتظن بان سعد فعلا امير. وبانها عتعيش معها حياة طرفها هي. مهم دازت قريبا مدة دي الاسبوع. في ديك الوقيتها كان سعد كيتواصل معها مرة مرة مرة. مهم كانت فاش كتتصنع عليها في التليفون. ما كي يجاوبها حتى كي يكون مسائلي. اراها امير مشغول عندوش الوقت. منلي كتقدر معك تسوله الطموبيل دي لها. يقول لها بان الطموبيل تكرى غدا توصل نهار اثنين. مع استدلاشية سيري الوكالة البنكية وراهم غدا يعطيها لكم. عدس المياه. تاخلي السويرسات. فعلا حانا نهار اثنين. مشت في ديك الوقيت انني تليقى لها. مشت الوكالة الفا روميو. انني مشت لها من قبل. استقبلتها عود ديك البنت وبنافس الطريق. ولكن من اللي قلستها شرحت لها بان الطموبيل رامزان ما وصلتش. قلت لها انها تعطل لمدة خمستاشر يومني. ان ذاك اللون ما بقاش منه بزاف. قلت لها اكيد واحد مشكلة في الطالبية. على اساس اللون ما تلقاش. ومن بعد رغبة توصل لك. حانا انتصلت بساعد وعودت له هذا الشيء كامل وقع لها. هذا الشيء اللي قالوا لها. كل هذا الشيء عادي. طموبيل رها جديدة. والاجراءات ديك هي اخده شوية الوقت وانا بغيتها لك في واحد الوين. اه انتاوي الوين اللي يليق بك. اكيد ربما مبقى لهمش ولو وقع شي مشكلة في الطالبية. وهذا الشيء لها طموبيل رامازان ما وصلتش. ولكن يكون يهانية. اهي منها وحد خمستاشر يوم ولا شهر بالكثير. اتخذ السيارة لك. واهي. السيد ولك يعيط لها وكيسولها في كينة. وطلب منها انها ما تبقاش تخرج مع صحاباتها. وما تبقاش تواصل مع الدرال اللي معها في الخدمة. لا اساس باش متعود لها مش نوقع لها. فعلا حنان كنت كتتطبق الاوامر ديالو بحدافرها. سيد كل شوية كن كاعد لك ولا في انتي? في كينة? فين غادة? كيبلا راني مراقبك. رح كين الناس ديالي اللي يحضيينك. الناس رك يجيبوا لي خبار كاملة. حنان بدتك تشك ان سعد غيك يكدب عليها. ولكن اللي مضوخة هو الطريقة بس تقبلوها في هديك الوكالة ديال الطموبيلات. من اللي شافت انها سنت بزاف تلورة وخاصة بالطموبيل. هاد شي خلاها نوعا ما التق. بعد واحد مدة قليلة عيت لها هو. عيت لها وكي يطرب بسزربة ويقول لها خاصك دهبة تصفت لي واحد عشرين الف درهم. جملة عين. من اللي قلت له شنو بغايتها? يا كنت امير وعندك لاكسي لكل شي وعندك فلوس وعندك تروة. يا كنت سكن في قصر. اللي حق البنكة رصرت لي لكارت بونكار ديالي. وانا حاليا في حد الاوتيل. وخاصني نخلص. اللي شوفي كوني هانيا هاد المبلغ ديالك هاد جملين. انضعف هاد خمسات المرات. انا اعطيك عشرات الملايين. اولا نصفت لك جهات. اعطيها هاد جملين يجيبها لي. كلها تدو السمانة بالضبط. بيد ما مشي تريكي بيري ديك كارت بونكار ديالي. وانا اعطيك المبلغ دياله خمسات المرات. عوض جوج انا اعطيك عشرات الملايين. مهم حنان كانت مخبية واحد المبلغ ديال ثلاثتين مليون اللي كانت جمعها بالكشيف من الخدمة ديالها. كانت كانت تقتصر راسها وكانت جمعها. وثلاث سنين ويخدامها وكانت جمعها. مهم عيطت الجيهات. تلاقيت معه وعطاته ديالك المبلغ ديالي جوج ملايين. وبقعت كانت سنة سيمانة الدوز. بس ساعد يرجع لها عشرات الملايين ولا يرجع لها ويفلوسها. دازل مدد خمسة عشر يوم. طمو بين ما زال ما جعتش. الفلوس ما زال ما رضها لاش. يوقت ما مشت لوكالة يقولون لها بأن الإجراءات ما زال ما اطلع. ساعد هو ما زال ما رجعش الفلوس. هنا بدأتك تشك بأن ساعد هو جهد النيت. كله امير له له. مهم اللي بدأك يهضر معه ساعد بدأتك تأمل في الصوت دياله. ويتقارنه. لقيت بأنه تقاريه برا نفس صوت الامير اللي يهضر معه هو صوت ديال جهد. عارفت ديكسا انها تعرضت لعملية نصب. مهم اللي واجهته بهذا الشي. من اللي هدته انها غدت بشي عند البوليس وتعود لهم كل شي. قال لها بأنه عنده فيديوهات ديالها في الضار مع جهد. ده كالنهار اللي باتت معه صورها. قال لها فعلا انا هو جهد. كله امير لوالو. وقال لها مدام عرفتي الحقيقة? فاعد جيبي لي المبلغ ديال تناشر الف درهم. إلا ما اجتيش. عنشر لك هاد صور وهاد فيديوهات ديالك. حانا كانت خايفة بزاف من والديها ومن العائلة ديالها ومن صحباتها ومن الناس والمعارف. كانت خايفة ان الصمعة ديالها تشوه. بس هنا كان عندها واحد مليون مخبيه اللي بقعت من ديك تلسة ملايين. وديك الالفين درهم باش تكمل رمشت بات واحد الاكسسورات ديال الذهب اللي كان شاريهم من قبل. واحد سنيس له. مهم. جمعت الفلوس اللي كتناشر الف درهم ديك المليون ومئتي. واطلقت معه في شارع زرق طونيه واعطاته هديك الفلوس. ويمكنت كتظن انها اخيرا تهنات منه. ولكن هيدا الشيامات تفاجأت انه كي تطلب منها تمشي معها للدار. وفعلا حانا مشات معها للدار. تعدى عليها عود. وتكرر هادشي بزاب ديال المرات. السيد كان كي يبتزها. كي يستغلها تحت الضغط ديال انه عين شور له هالفيديوهات ديالها. السيدة هنا صافي البولات شعله. فبقاتش قدت صبر. ديك الساعة قلت ليلي هاليها. وقرت انها تمشي لعند البوليس. كانت عمشي عندهم. ونعود لهم هادشي اللي وقع لها. خصوصا ان سعد كان منتاحا الصفة ديالامير. وهدشي اكيد كي يعقب عليه القانون. مهم. السيدة لحد ساعة مازال ما عودت هادشي اللي وقع لها لح تاشي واحد. معوداته لا تصحاباتها. لا الاخدامين علمائها. لا المقرابين لها. لا العائدها. تخايفها انهم يشمتوا فيها ويقود تحكو لها. مهم شات الاقرب مركز ديالشرطة. وقرت انها تعود لهم القصة ديالها كاملة. قلوا لنا مرحبا ولكن واش عندك ما يوتيبيت? عندك مكالمات. رسائل. ولا شيء حاجة كتبين بانه فعلا نصب عليك. الحسن الحط. انهم اللي كنت كتصل به. اللي كنت كتتحضر معه. اللي كتكون في بيت النعاز ديالها. كتكون مع دارهم. كتدر مكبر الصوت. كتاخذ واحد مسجرة صغيرة واحد جهاز ديالتسجيل. وكتبقى تسجل المكالمات اللي كيدروا بيناتهم كاملة. بعد ما تصنطوا على تسجيلات. انه بعد ما شافوا المساجات بينها وبين سعد. مساجات ركان واضحين. عارفوا بانها فعلا ما كتكتبش. فعلا راها تعرضت لعملية نصب واحتيال. وفعلا راها ما زال كتتعرض للابتزاز. وهم ديك سعد دور رحلة البحث. على هدك خينا المجهول. هدك سيد اللي كنتح لصفة امير. البوليس. قالوا لها بان الطريقة الوحيدة. باش قدروا يشدوا سعد. انها خاصة تعاون معهم. خاصة هي اللي تتصل به. تعيط له. دير معافشي بليسة. تقول بانها بغا تطلقها. اما براه لفضار. وهم لي يقول لها علاش. قلوا را عندي لك واحد موضوع مهم. فعلا حان انتصلت بسعد. سعد قال لها بانه حاليا. راح كيتواجد في مدينة الرباط. وبالليل الغدلة راح يجي. وعيتلقها معها معا استدية اللي اشياء. ودك شي اللي كان. الغدلة استدية اللي اشياء. حانا مشات. ووقفت قدام العمارة اللي كان كيسكن فيها سعد. العمارة كما قلنا را كانت في شارع الزرقطوني. قد ما كتساينو. من بعد واحد نص ساعة جهندها. غير وقف ضاروا بهن بوليس. لقوا عليه القب. ودوه معه. السعد كانوا معه الجوج ولا دخوله. البوليس كانوا كيسحاب لهم بان هذوك الجوج عندهم علاقة بالقادية. انهم الشركاء دياله فهل الجريمة. ولكن من بعد تبين بان ما عندهمش علاقة به نهائيا. بانهم احتى هما كانوا ايكونوا ضحايا دياله. قال لهم هيبع لهم شي كونترات ديال الخارج. ما يام البوليس طلع الضار دياله بدك يقلبها. لو كيشوفوا واش فعلا كتنطبق عليها وصف اللي اعطيتهم حانا. لانها وصلتها لهم اشنوكين 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 اشنوكين. القواب ان احنا نفعنا ما كنتكتب شنية. الضار كانت عبارة على ستوديو صغير. في واحد الكوزينة في الجنب. في واحد الحمام في دوش. وفي ايديك بيت ناس. قلبوا تنملكوا ثلاثة ديل تليفونات. واحد فيهم ايفون. كان لونه بيط. القواب عاود احد خمسة ديال اللي كارت ناسيونال. القواب فوتوكوبية ديال اللي كارت ناسيونال ديال البنات. وكلهم تقريبا كانوا صغارة. قل من خمسة واشناء. البوليس خاصهم يعرفوا هذه البنات هادو. اكيد عيكونوا الضحايا ديال السعد. مهم الحاجة الوحيدة اللي ملقاوش في الدار. هو سلاح الجريمة. هذا السلاح اللي كان كيهدد به حانا. بدأو كيسوله ساعد فينا هو سيد نكرم للأساس انه كان لديه شي سلاح. ديك ساعد طلبوا منه انه يعطيهم الكود ديال هادو التليفونات. اعطاهم لي كود ديال لوجودة سامسونج اللي كانوا عنده. اما الايفون ارفض انه يعطيهم الكود دياله. انا تأكدوا بان داك شي كامل رفض داك الايفون. غالبا نقلو الفيديو ديال حانان ودية الضحايا الاخرين راعي يكونوا لداخل ديال الايفون. سيد كان كينهض فيهم كيغوط عليهم. سيد ما زال متين يقرأتوا انه امير. كيقولوا ما انا امير وغا تندموا على الطريقة باش كتتعاملوا معايا وكادا وانوريكم انحيي ديكم الكساوي. البوليس طوقوا له دي. داروا له الاصفات. ما ينطوه الده معهم لمركز باش يبحثوا معه. ما من بعد مجموعه قال ادي اللي كان في داك ستوديو. يعني اللي كان كيسكن فيه. تبين بان السيد عنده جنسية مزدوجة. جنسية امريكانية ومغربية. عارفوا بانهم امريكان لانه ارتاكب جرائم كثيرة. السيد كين كين يتعزم في المخديرات. وكين ينصب على الناس. واحتل عائلة دياله كانوا تظهروا منه مش حالة. ودهك الشيء عليش رجع للمغرب. ودهك مارس هاد النشاط ديال النصب والاحتيال على البنات بهذا الطريق اهدي. حد الان ساعد ما زال ناكر. ساعد ما بغاش يعترف. البوليس في ذلك الوقيتها. تواصلوا مع جميع مراكز الامن اللي كانوا في المغرب. وعطاهم المعطيات والبيانات والتصويرات دياله هاد النصب هذا. وتبين بان ساعد نصب على بزاف ديال البنات وبنافس الطريق. لقوا بان مجموعة من المدن المغربية كان بزاف ديال الشيكاية فحقوا. بزاف البنات اللي كيتواجدوا في مدن مختلفة في المغرب. تاهم مدين بشيكاية. ومن ضمن هاد الاشخاص هادو هاد البنات كانت واحد البنت الاسم ديالها بوشرة. هاد البنت في عمرها خمسة وشيناء. مطلقة وعندها بنيها. واحتها هي من الضحايا دياله. هاد البنت كان دات شيكاية في مركز الامن اللي كان في الضر بيضة. هاد الشيكاية هادي كانت متطابقة مع الشيكاية دحانة. يعني كيدين نفس الطريقة نفس الطريقة كيعودها. البوليس تدعوها. تلبوه منها انها تجي عندهم باش اسموا الاقوال ديالها. باش يبحثوا معها. ونظرة لانها كانت قريبة لهم. قرروا يبدو بهاي اللولة. قلت لهم. ما عمرني. ما غادي ننسى. النهار اللي تلاقيت فيه مع هاد ساعد هذا. تخارجها من الخدمة ديالها. دايزة من الشارع ديالانفا جات عندي واحد طلابها. جات عندي وعطتني واحد بطاقة واحد كارت فيزيت. مكتوب فيها اسمية ساعد والنمرة بطاقة واحدة. قلت لها ديال من هادة كارت فيزيت. قلت لها بأنه سيد. رأي لهوا هادة كارت كارت. طعموا بي الكهلمات. قلت لها واحد تخبرني هادة كارت فيزيت. وقال لي سير يعطيها لك سيدة. رأي ارى كتشوفي. قلت لها وقال لها انت عاجبها بزار. قلت لها دور معايا. لأساس باش نتسنى كنا نعطيك الكارت. سيدة من يمشت لالدار. شو بدت تليفون ديالها? وعيدتهم مرة واحدة من بعد نص ساعة عود هو التصل بها عرفها على رأسه وقالها بأنه مواجب بها وقالها بأنه مدة طويلة هو كيرقبها وبدأ يعطيها شي معلومات على حياتها شكونك يعطيها هذه المعلومات الله أعلم واش يمشي لحومة ويسغل عليها مو نعرف كلها ولي ديك شكونها هومة الطالق ديالك رح كي نحق على برة انتي عندك مع الطالق ديالك واحد البنت هالشركة فاشك تخدميش نسميتها سيلا تصدمت كان عارف عليها الشادة والفادة عارف كل شي وهذا الشي اللي خلالها تطيق بأنه فعلا كان مواجب بها وفعلا مراقبها وفعلا ما دم جمع لي هذه المعلومات إلا ووراها واصل قالها شوفي هنا ما أنا واشي تفل عليك رك عجبتيني وبغيتك للزواج من ليه سولته فاش خدام أنا صدمها قالها شوفي ما نقدرش نقول لك الخدمة ديالي خدمة ديالي حساسة بالزعف خدمتي في واحد منصب كبير في الدولة مهم من بعد تفقوا على أساس أنه ما يتلقى في واحد القهوة قهوة اللي كانت تواجد في منطقة المعارف وفعلا تلقى وتمع بدأوا كي يهضروا مع مضياتهم كي يجمعوا هنا فجأة وقال ليها بأنه أمير وبأنه مستعد يتزوج بها وبدأ كي يعتبر الأسماء شتي ختبرت هذا كذا كذا مهم لكم عارف قال أشوفي بنت كادي نصلافيها وعند ديالي تسكن معي في القصر القصر ديالي رفت سخيرات أول فرق ما بينها ما بين حنان وبوشرة وأن حنان تعرضت الاعتداء تحت التهديد بالسلاح والإنتزاز أما بوشرة فكانت تمشي معه الدار بخطرها كانت تظن فعلا أنه أريد تزوج بها مهم كانت تتقفى وأكيد أن هذا الاعتداء ما تمش في ديك الشقال الأولى قال لي بمشي ببارة مخرى من غير ديك الشقال اللي كانت في الزرق طوني مهم استمرت العلاقة بيناتهم مدة طويلة بلا ما تعقبه أبقى وها ركاك حتى الوحد من النار طلب منها أعاود أنه تمشي معه الوكالة الذي الكراء السيارات قال لي الله معايا بحكم أن الطموبي الذي يخسره من اللي وصلته ثم أنزله هو حتى يدخل ديك الوكالة وخلاه في الطموبي من اللي يخلاها كانت تحدها واحد الكارتابل صغيرة سيدة كانت تشوفه من بعيد وكانت تحل في ديك الكارتابل جاء الفضول وقلبت أنا تفاجأت بأنه عنده بطاقات مختلفة بنفس الوجهة يعني كانوا عنده هويات مزورة كل مرة عنده اسمية ولقد تعود عنده ثلاثة ديك الفوتوكوبيات ديك البنات كانوا مختلفين خضتهم وخلاتهم عندها في الصاق كانت تناوي أنه التواصل معه تشوفهم وش كي تنصب عليهم ولا شنو مهم بدات كتشك أنه ينصب عليها قالت للبوليس أنها مشت العناوين ديك البنات البنات من اللي تلقيت معهم عودوا لها القصص ديالهم عارفت بأنهم قبل منها تعرضوا النص بنفس الطريق تعرضوا الاعتداء حتى هم يأتي عندهم أساس والطلابة يعقم ديك كارت فيزيت ولكن الفرق بينه وبينهم وأنهم مسكتوا خافوا الصمعة ديالهم السيد غالبا كان يصورهم فوق الاعتداء كان يصورهم فيديوهات وكيخليهم عندهم يبدأ يبتزهم مهم داك الشيء لشيء عشقروا أنهم يسكتوا يكتموا الموضوع وما يعودون حتى شيء واحد ولكن بوشرة قررت أنها تشوه وتفضحه قررت أنها تبشي عند البوليس وتدير منه شكاية من بعد ما عرف هو أنها حطت شكاية عند البوليس بدك يهددها يطلب منها أنها تمشي تسحب ديك الشكاية أو تنزل لها قالها لما مشي لقدرت هذا الشيء سنشر لك الفيديوهات ولكنها لم تتسوق لها كانت تبيله بأنها لم يخاف منه نهائيا قررتها حتى الواحد النهار ومن بعد ما خرجت من خدمة لها تعرض لها بالطوموبيل وفي حالة دريبة كانت تخاوية جرها لعنده الطوموبيل وبقى يضرب فيها كانت تقول بأنه خسر لها وجهها كامل وقع وجهها تنفخ من المرهد بحل برد في هذا الفقصة تسحب فعلا الشيكاية ديالك حيث من تحت الضغط تحت العصار اللي اعطاها والتحديد والتخراج العينين وعداته بأنها عادت مشي في هنا عند البوليس وعادت تسحب الشيكاية عادت تقولهم بأنها كانت تغيير كتكتب عليهم وبما أنه كان عارف ها اللي فعلا حطت به الشيكاية وبأن البوليس يقدر في أي وقت السيد خاف وقطع علاقت بها في مرة مهم قشق عيط لها ولكن يتواصل معها نهائيا لكي تنسى وعاد الشيكاية يفسر بأن البوليس من قدر لا يوصل له البوليس من بعد ما ستامع البشر وعارف بأن احته تعرضت النصب بنفس الطريقة يعني بحلح أنا عارف مياه في المياه بأن ضحايا خرايا مهم بدأوا يستدعيهم واحدة بوحدة رأي جمعوا خمستاشر نصخة من البطاقات الوطنية خمستاشر فوتوكوبي دلاركارت خمسة ديال فوتوكوبي كانوا يجبونهم في الشقة التي كانت في شريعة الزرقتوني التي مشيت لها حانا ثلاثة أخرين أعطيتهم لهم بوشرة النيز ووحدين أخرين لقوهم في المحفظ الشخصية ديال ربعات البنات جاءوا باش يعودوا القصة ديال هم معه جاءوا الكوميسارية جاءوا احتهم باش يحطوا شيكاية بها ولكن الأخرين رفضوا أنهم يجوا قرروا أنهم يتكتموا على الموضوع قالوا بأننا خايف نعص مع ديال ما دا ممكن شيكاية الله يجعل البركة غير ذلك سيغبروا في الحبس قالوا بوليس لا يضغطوا عليهم ولكن هم اختاروا أنهم يجعلوا هذا سري اختاروا أن تواحد لا يسيق الخبار لأن عندهم التزامات كان مخطوب ومزوج مهم كانوا خايف من عائلتهم خايف من الناس الذين يعرفوهم الذي يسيق الخبار خايف الذي تشوفه وصل لعائلة فعلا البوليس تحتاروا القرار لهم لم يكتفوا غير بذلك البنات الذين جاءوا عندهم من المركز أصلا بزا البنات الذين جاءوا وعاودوا هذه القصص النصب والاحتيال والبتزاز التي وقعت لهم مع سعد وكامل القصص كانوا تشابه الطريقة التي نصب بها لبصر وحنان كان يدعوها مع كل شي كيف إما الساس إما طلاب إما طلابة إما يقارس ونخدم القهوة يدور معهم ويستضر لهم نسلي لباغهم هو يستدرج ويبدأ يكتب عليهم يقول لهم أنه أمير لكي يبقى محاط لغموض يقول أنا أمير لدي قصر الصخير يستغل لهم ماديا ويستغل جنسيا ويستعد عليهم وفي الأخر يبدأ يبتزز يبتزز لكي لذلك الأشريطة التي كانت يصور هم للبناز سيدن كار كان بأن هذا ما كان البوليس كانوا متأكدين غالبا لذلك الأشريطة كانوا في الآيفون حيث الآيفون هو تريف الوحيد الذي رفض أنه يعطيهم الكود جابوا خبراء وتقنيين الذين قدروا أن يستخرجوا المحتوى الآيفون وفعل لقوا الضحايا تقريبا العدد الضحايا كان 18 بنت هذو غير لمصورهم أما الخرايين اللي خلصوهم على الفيديوه دي لهم الله أعلم لهم مهم البوليس بتوا يسولوه كيف تجمع عليهم هذه المعلومات كاملة المعلومات اللي كان كيف يجعهم بها من ينجب تين ملادي البوات حالا ولكن هو تحفظ غالبا كان عنده مصدر اللي مبغي يفصح عليه مبغي يقول لهم في هذا موضوع حتى شي حاجة مهم دانوا مواجهة بينه وبين ضحايا دياله وكل هم تعرفوا علي وكل تقريبا سردوا نفس القصة بنافس تفاصيل أنا مبقى عنده ما ينكر مهم وجهه بدوك الجرائم اللي دار في حق هذه البنات كامل اللي جاءوا عندهم المركز السيد ما تعرف الجرائم كاملة يقول هذه درت ما هذه درت هذه ما درت على العلم ان كهين الفيديو اللي كتبتوا بالنصب على بزاف ديال البنات من مدن مختلفة قدموا المحكمة لتابعته من أجل تهمة النصب والاحتيال والاغتصاب تحكم على هذا سعد 15 سنة سيجن النافذة الحاجة اللي قدت محيلاني كيف هاش ديكسيدة اللي كانت خدامة في وكالة ديال كراء السيارات كيف تستقبل تحان هذا الاستقبال ومن شع مرة مرة وجوج وثلاثة غالب لديك اللي يكون خدام في وكالة اما دور معها اما واش فاهم الفين ولا ما فاهم مهم قال لها هاشنو تديني مع البنت واشنو تديني معها واشنو تقول ايا واخل صار زيان راه يدع المعلومة زي يجمع هم اما يمشي مقدم يعمل السلطة اما يمشي للدرب يقول اما بغيت نجوج بفلانة اما بغيت نعرف اما بغيت اش يدع واشنو واشنو والناس طبيعة الحار الناس اخوتي اخواتي لزو بخير تقود ان شاء الله في نفس المواد تحل